مرحبا أعزائي الطالبين أبدأ معكم الدرس الحادي عشر من سلسلة حفظ معاني التوفل الأربعمية معكم الأستاذ محمد المختار الدرس الحادي عشر يتكلم عن المعنى الأول في هذا الدرس تزيد من الحدة تزيد من حدة تزيد من حدة الجري سوف يؤدي إلى تفاقم آلام الرغبة المعنى الأول تزيد من حدة المعنى الثاني بالدرس العاشر هو متدهور متدهور المعنى الثاني المعنى الثاني متدهور المعنى الثاني الثالث دزيز الأمراض بفضل تطورات في الطب يمكن الآن علاج العديد من الأمراض القاتلة المعنى الثالث دزيز الأمراض المعنى الرابع قاتلة قاتلة المعنى الخامس التحاليل الجنائية التحاليل الجنائية جعلت التطورات في دراسة الطب الشرعي من السهل تحديد المجرمين من آثار صغيرة جدا من الأدلة المعنى الخامس التحاليل الجنائية المعنى الثالث ثابرة أو استمر إذا استمرت الأعراض يجب عليك الذهاب إلى الطبيب المعنى الثالث ثابرة ثابرة المعنى السابع توقعات 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 قاتمة لأشهر من العلاج المعنى السابع توقعات 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 المعنى الثامن تارمينال طرفية أو طرف معين أو نهاية شيء معين تارمينال طرفية تارمينال طرفية توقعات 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 أو طرفية توقعات 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 أوكسجين أصبحت مفتونة بالتشريح البشري خاصة عندما تعلمت كيف توقع الأوردة الأكسجين المعنى التاسع فين الوريد فين الوريد المعنى العاشر ووند جرح ووند جرح ووند جرح في بعض الأحيان لم يكن يدرك أن روح الدعاء بالحادة يمكن أن تصاب فضلا عن الترفية المعنى العاشر ووند جرح ووند جرح إلى هنا ينتهي الدرس الحادة عشر إلى اللقاء في الدرس القادم